السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله اكثر من عام من اغلاق الحدود ومع ذلك لا تزال اسعار التذاكر بين البلدين مرتفعة كما كان دائما حتى الشركة منخفضة التكلفة والتي من المفترض ان يكون لديها اقل الاسعار في السوق تقدم تذاكر باسعار قريبة من الفورو او حتى تتجاوزها لرحلة العودة يرجع هذا الوضع الى عدة عوامل اهمها عدد الرحلات التي لا تزال منخفضة للغاية بالنسبة لطلب مع 48 رحلة اسبوعيا فقط فان الشركات المختلفة في الواقع غير قادرة على تلبية طلب القوي من الجزائريين في فرنسا الذين كانوا يحق لهم الحصول على حوالي 60 رحلة يوميا قبل الازمة الصحية ان الوضع في طريقه الى الاستمرار اذا استمر اغلاق الحدود الجزائرية لذلك من غير المراجح ان تنخفض الاسعار قبل نهاية هذا العام ما لم تقرر الحكومة اعادة فتح الحدود الوطنيات بالكامل اسعار تذاكر فرنسا الجزائر غضب قوي بين المغطربي هذا السياق تستمر اسعار التذاكر بين الجزائر وفرنسا في اثارة غضب كبير بين المغطربي استمروا في التنديد بالاسعار التي يعتبرونها مفرطة خاصة بالنسبة للاشخاص الذين يرغبون في السفار مع عائلاتهم على الشبكات الاجتماعية تستمر الشهادات حول ارتفاع اسعار التذاكر في التكاثر ذهبت الى الخطوط الجوية الفرنسيات لشراء تذكرة وكانت اسعارها باهظة 800 يورو لتذكرة ذهب فقط من باريس الى الجزائر كان احد مستخدم الانترنت متفاجئة بشكل خاص يجب ان نقاطع هذه الشركات فهذه الاسعار هي سرقة صريحة واخر بغيظ وبحسب شاهد اخر حتى الاسعار على خط الجزائر العاصمة مرتفعة بشكل مفرط قال انني ذهبت لشراء تذكرة سفر من وكالة سفريات وعرضوا لي ارخصها وهو 140 الف دينار 14 مليون سنت لكن هذا السعر لا يعكس السعر المطبق مباشرة على شركة الطيران التي تقدم تذكرة باسعار تتراوح بين 50 الف و70 الف دينار ذهب فقط